السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبتي في الله في حلقة جديدة من أفضل تمرين لمخارج الحروف وصلت مع حضراتكم إلى حرف السين وكما تعودتم أحبتي في الله أنه أبدأ بقراءة الحروف هنا أمامكم على اللوحة بعد ذلك أغوص في مخرج الحرف وصفة الحرف وما هي اللحون الجلية ما هي الأخطاء الشائعة بعض المعلومات الفنية التي تخص هذا الحرف فأولاً سأقرأ اللوحة أمامكم وانتبهوا بارك الله فيكم ثم بعد ذلك أنتقل إلى الشرح ساسيس بس سوسا سنسن سسن من المسن مرة أخرى ساسيس بس سوسا سنسن من المسن مسيسا سنسن عندي هنا ألف ساكن قبلها مفتوح يا ساكن قبلها مكسور واو ساكن قبلها مضموم هذه رح تكون مدود طبيعية ساسيسو ولا تقول لي ساسيسو هكذا تميلها السين دوماً مراقق وراح يجي معنا بالشرح لكنه راح أعطيها مدد حركتين ساسيسو إذا كانت بس مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ساسيسو ساسيسو وهذه السين الساكنة بس هكذا أبين فيها الصفات تتميز الحروف بالصفات تكون واضحة إذا كانت ساكنة لأنه الحركة تأكل شوية من الصفات عندي سو لا ضم الشفاة كله مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم هنا لازم أبين السين بالأحكام النون الساكنة والتنوين شنو راح يكون السين من حروف الإخفاء فإذا سنسني أذهب إلى مخرج السين سنسني ما تقول لي سنسني سنسني هذا ذهب إلى مخرج النون اللساني صارت إظهار وأيضاً في مسيسا سني شوف مسيسا سنيسا إذا سوسا سني سني شوف هاي السين المفتوحة بعدين عندي سين مفتوحة بعدها سين ساكنة ممكن أن أقلقلها في كلمة سسنة ومن المسني أقول سسنة من المسني ليش؟ لأن منطعتها حقها من الرخاوة اللي هو جريان الصوت ولا من الهمس اللي هو جريان النفس لا تنطيها هذه الصفات سسنة والصفير طبعاً سسنة من المسني وهنا ليش أنا جبت هذه الكلمة الميم مضمومة حتى لا أسحبها إلى السين وأنا أضم الشفاة في السين أقول المسني غلط؟ المسني المسني أرجع بالشفاة للوضع الطبيعي لما أصل أنا إلى السين الساكنة ما سي شوف دائماً أقول لكم لا تختلصوا الكسرات ساسي سو ما سي ما سيساً هذا في الكلمة لما تكون السين مكسورة حتى أجيبها أهم شي عندي إتمام الحركات خاصة الكسرة الضم ضم الشفاة إلى الأمام سو سو سي ما سي سا هكذا بهذه الطريقة وعندي ساني سا ساني سا وهنا تنوين فتح رعاقب في مد العوض حركتين ساني ساني سا بهذه الطريقة وكما أقول لكم أحبتي في الله لمعرفة مخرج أي حرف إيش أسوي أسكن الحرف وأدخل عليهم همزة وصلية متحركة وحيث ينقطع الصوت ذلك هو المخرج هنا عندي سين أسكن أدخل عليهم همزة وصل متحركة فتح أقول أس أس أريدك تركز وأنت تقول أس أين انقطع الصوت ما مخرج السين انقطع الصوت عند رأس اللسان ويكون مخرج السين رأس رأس اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلة بالضبط بالضبط مخرج الزاي لاحظوا معايا هذه الصورة الله تعالى يرضى عنكم شوفوا اللوحة الله يرضى عنكم اللسان يكون طبيعي أنا ما أرفع أقصى اللسان فرح نجي أسة الآن إلى الصفات ما للسين وين رأس اللسان تشوفوا وين جو رايح لجو هذه الثنايا السفلة وما بين رأس اللسان والثنايا العليا والسفلة ويطلع الصوت يطلع عندي السين لما أحقق هذا المخرج حتى رح تجيني عندي الصفير لا يعمل في الصفير أنا بس أحقق المخرج أس 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 بهذه الطريقة بارك الله فيكم بس لاحظوني طبعا هو نفس مخرج أزاي ومر معنا في الحلقة السابقة إذن كما لاحظتم باللوحة أحبة الأكارم يكون مخرج السين رأس اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلة وبعدها رح أحكي لكم كيف نؤدي حرف السين في مخرجه اصبروا شوية لكن والآن خلونا نعرض السين على حروف الهمس اللي هي فحثه شخص سكت سكت هل السين منها؟ نعم السين من الحروف المهموسة مهموسة يجري النفس جريان النفس طبعا عكس الهمس هو الجهر طيب نعرض السين على حروف الشدة أجد قطن بكت ما موجود لين عمر ما موجود إذن السين حرف رخو يجري فيه الصوت لأنه الرخاوة ضدها الشدة وبينهما البينية التوسط اللي هي حروف لين عمر طيب نعرض السين على حروف الاستعلاء التي هي خصى ضغط قيض وين السين؟ ما موجود السين إذن السين حرف مستفل لا يرتفع أقصى اللسان عند نطق السين طيب نعرض السين على حروف الأطباق التي هي الصاد والضاد والطاء والضاء هل السين منها؟ ليس السين منها إذن السين حرف منفتح نعرض السين على الصفات غير المتضادة هل تتصف السين بإحداها؟ نعم السين تتصف بالصفير كما مر معنا في حلقة حرف الزاي حروف الصفير ثلاثة الصادق الزاي السين إذن كم صفة للسين؟ الله تعالى يرضى عنكم وكم صفة قوية للسين؟ وكم صفة ضعيفة للسين؟ للسين خمس صفات أربع صفات من الصفات المتضادة التي هي الهمس جريان النفس رخاوة جريان الصوت الاستفال عدم استعلاء أقصى اللسان زين؟ لأنه ضد الاستفال الاستعلاء والانفتاح وهو ضد الإطباقة وصفة واحدة من الصفات غير المتضادة هي صفة الصفير إذن للسين صفة واحدة قوية فقط هي فقط صفة الصفير وإذا أنت غاب عنك الصفير بعد ما رح نسمع السين ورح تجينا المشاكل وارجعوا إلى حلقة حرف الزاي حيث يتركم عن الصفير وما هو الصفير وما هي المشاكل التي تحدث في الصفير ماكو داعي أعيدها بس أنوه عليها أنا قلت لكم لما أصل إلى حرف السين أو حرف الصاد أقول لكم بأنه تكلمت عن الصفير في حلقة حرف الزاي روحوا شوفوا الصفير وما معنى الصفير وهل هناك إعمال للصفير هذا كله موجود في حلقة حرف الزاي إذن أربع صفات ضعيفة الهمس ضعيف صفة ضعيفة رخاوة صفة ضعيفة الاستفال صفة ضعيفة والانفتاح أيضا صفة ضعيفة فقط عندي صفة الصفير هي صفة غير متضادة هي القوية فقط لحرف السين خلينا نعرض حرف السين على الحروف التي تفخم دائما أو التي ترقق دائما راح نشوف بأنه السين هو من الحروف التي ترقق دائما ترقق دائما ركزوا لي عليها لأن راح تشوفون تمرينات على بعض الكلمات في القرآن العظيم كيف أنه أحنا نفخم السين وما نعرف بارك الله فيكم ترقق دائما طيب كيف نؤدي السين بمخرجها وصفاتها السابقة وكما مر معنا باللوحة وشفتوها أنتم تخرج السين الله يبارك لي فيكم بتقارب طرفين عضو نطق رأس اللسان هذا رأس اللسان هذا رأس اللسان هو العضو الأول وما بين الثنائع العليا والسفلة وهو العضو الثاني من خفاض أقصى اللسان مستفل عدم إلصاقه بالحنك الأعلى التالي أنه منفتح وبذلك يقل التجويف الفمي ويكون اللسان منخفضا في قاع الفم متجها رأسه رأس اللسان إلى الثنايا السفلة إلى الثنايا السفلة تحت مخرج الصادق إلى الثنايا السفلة رأس اللسان وأن متجه إلى الثنايا السفلة ركزه حتى يطلع معاكم السين مطبوط ويكون الاعتماد عليها ضعيفة ليش اعتماد عليها ضعيفة لوجود فرجة بينهما أي عدم لصق رأس اللسان بالثنايا السفلة الاعتماد ضعيف بس مجرد أنا موجه رأس اللسان وين موجه رأس اللسان إلى الثنايا السفلة والاعتماد ضعيف لأنه هناك فرجة ما بين الثنايا العليا والسفلة ويكون الوتران الصوتيان متباعدين في حالة همس جريان الهواء من خلال فتحة المزمار دون عائق أن يكون الاعتماد على مخرجه ضعيفا أيضا كما في مخرج الصوت وشوفوا قلنا أنه ضعيف الاعتماد على مخرج الصوت وهنا أيضا الهواء ويخرج ويندفع مع قوة الريح من خلال منفض ضيق اللي هو الفرجة اللي ما بين رأس اللسان والثنايا السفلة وصوت هذا اللي يطلع هو يعرف الصفير إجمالا يخرج صوت الصين الذي يخرج من رأس اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلة مهموسا رخوا مرققا نحيلا يشوبه صفير يشبه كما قال بعض أهل العلم صفير الطائر والآن أحبة الأكارم خلونا نجي ونتدرب على السين بمختلف حالاته التدريب على السين الساكنة أس إس أس عندي في سورة البقرة أسلم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم اللي هي السين الساكنة قبلها ماذا؟ مفتوح شوفوها أسلم أسلم وبالأسحار هم يستغفرون أيضا هنا سين الساكنة قبلها مفتوح في سورة الذاريات ي ي ي يستغفرون وعندي في سورة البقرة اللي هي السين الساكنة قبلها مكسور إس ر إل الممكن أنه لما أنا أجيب الهمزة المكسورة يضعف عندي الصفير فأنا أقول إيش؟ إس ر هذا غلط إس ر لأنه عدنا الصفات تتجلى في الحروف الساكنة فلا بد أن تركز الله تعالي يرضى عنكم وتكون واحة أسمع حزين يا بني إسرائيل هنا عندي أيضا ميسكين طبعا هذه ميم مشددة لأنه قبلها ميم عليكم فتكون إضغام متماثلين عليكم ميسكين شوف كسرة الميم ميسكين مو ميسكين ميسكين لا ميسكين أنت تقول في اللهجة خارج القرآن ميسكين أما في داخل القرآن ميسكين ميسكين لاحظ أنه كيف أنه الكسرة قبلها ممكن أنه راح تأثر لي على الصفير فلا ما راح أسمع صوت السين ميسكين 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 أو أنه أقول أسكن سحبت ضمة الهمزة إليها إلى السين وصارت كلها مضمومة وهذا خطأ لا بد أن أرجع بالشفاء للوضع الطبيعي أسكن لا يسألوا يسألون لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون شوف يسألون وأسمع السين دائما بالصفير لأنه هي الصفة القوية الوحيدة صفة الصفير وباقي الصفات ضعيفة فنركز بارك الله فيكم يسألوا شوف يسألوا أرجع بالشفاء للوضع الطبيعي تدرب هكذا وانظر إلى المرآة حتى لا تسحب لضمة ضمة الياء في الكلمتين اللي هي يسأل يسألون تقول يسألوا غلط يسألون غلط إذن يسألوا يسألون بهذه الطريقة والآن التدريب على السين المتحركة ساسي سو لقد سمع الله سسمع سمع الله هذه في سورة أهل عمران أتكون مثلا في بداية سورة الحشر سبّح لله سبّح لله هذه بالنسبة للسين المفتوحة عندك السين المضمومة مثلا كلمة عفوا للمكسورة قبل المضمومة وهو محسن شوف لازم أنا أجيب الكسرة ما أختلسها ما تقول وهو محسن من دونها سترة شوف هذا اختلاس الكسرة هي ساسي محسن من دونها سترة عفوا سترة سي سترة وهنا طبعا راح تكون عندي تا مهموسة ساكنة لازم أنا أبين ما أقلقل سترة أو سترة وبالغ في الهمس سترة هكذا سي سترة هذا المكسور دائما عندنا مشكلة بالمكسور لا تختلسوا الكسرة الله تعالى يرضى عنكم والآن بالنسبة للسين المضمومة عدي بثلات في بداية سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبديه ليلى سبحان شوف البعض يقول سبحان سبحان يجعلها كأنه صادق ولا بد أن أضم الشفاء ولا تسحب لهذه الضمة هذه الضمة إلى البع وتقول سبحان هذه با ساكنة مقلقة لقلقة لصغر ولا بد أن تأتي كلها مرققة سبحان سو سبحان بعدين أيضا مثال آخر ثم سئلوا الفتنة سئلوا شوف سو سئلوا ثم سئلوا الفتنة هكذا بهذه الطريقة أنا ضميتها وأضم الشفاء إذن عندي المفتوح بمباعدة بين الفكين وعندي المكسور بخفض الفك السفلي إلى الأسفل وعدم اختلاس كسرتها والسين المضمومة نضم الشفاء فيها الله تعالي أرضى عنكم وأعطي كل حرف حقه ومستحقه والآن التدريب على السين الممدودة اللي هي في اللوحة كما جاءتكم المقطع الأول س س س عندك الآن ساعة في ساعة العسرة ساعة ما الطبيعي حركتين في ساعة العسرة وطبعا هنا عندك السين ساكنة ومرة معنا التدريب على السين الساكن وقبلها مضموم ولكن لا تسحب لضمة العين إليها تقول العسرة غلط العسرة هكذا ترجع بالشفاء إلى الوضع الطبيعي شيء بالشيء يذكر وعندي أيضا السائحون السائحون عندي أيضا طبعا السين الثاني راح تكون هي الممدودة هنا ورح يجينا أيضا في المشدد الله تعالي يبارك فيكم عندي سين مكسورة بعدها هي ساكنة سي ما هم في وجوههم من أثر السجود سي ما هم سي كسرة لا تختلص الكسرة عندك أيضا سيئة وجوه الذين كفروا سي سي سيئة وعندي المضمومة بعدها الواو وغرابي بسود سود ولهم سود دار لاحظتم كيف أضم الشفاء إذا أنت ما ضم بهذه الطريقة ما رح أنت يجيك الحرف مضموم ويكون غريب وصوته ما صحيح فلا بدنا أن تنتبه بارك الله فيكم إذن ساعة السائحون سي ما هم سيئة سود سوء بهذه الطريقات لا بد أن تتدرب على المفتوح والمكسور والمضموم والآن التدريب على السين المشددة الس 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 ركزه لن تمسنا السين المشددة بفتح ورح تيجينا بالمعلومات ركزه لما يكون عندي السين المشددة إيش أسوي تمسنا السماء فأمطر علينا حجارة من السماء الآن السين المشددة بكسر والذين يمسكون بالكتاب يمسي يمسكون يمسكون الصفير مستمر دائما معك الصفير صفة لازمة لحرف السين متحرك وساكن لكن يكون واضح لما يكون ساكن دائما أقول لكم الصفات تكون واضحة في السواكن لكنه تكون أضعف في المتحرك لأن الحركة رح تأكل من الصفات شوية عندي السين المشددة بضم إذ تحسونهم تحسونهم لاحظ لي هنا في سين ساكنة ما هي السين المشددة بضم وحاء مضمومة فأنت إيش تقول تحسونهم أنت ضميت الشفات كلها ضميت الشفات كلها على طول الخط وهذا خطأ لازم يكون عندك ضم إرجاع ضم يعني تحسونهم تحسونهم هكذا بهذه الطريقة يعني ضم إرجاع ضم تجيب لي صوت السين الساكنة بالشفاة الطبيعية بالوضع الطبيعي فلأمه السدس 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 هكذا بهذه الطريقة أيضا السين المشددة بضم تمسنا السماء يمسكون تحسونهم السدس بهذه الطريقة والآن أحبتي تعالوا معي خلوا نشوف اللحون الجلية والخفية التي تجري في حرف السين أولا مزج السين بالتفشي التفشي صفة من صفات الشين هي صفة غير متضادة ويها خاصة بالشين فقط كيف أنه أنت ترفع وسط اللسان متجه إلى ثقف الحنك الأعلى فأنت لما تجي تنطق السين رح تسوي هاي الحركة ورح يطلع معها تفشي وش وش 勝 وشوف والسماء هكذا إيش أنت رفعت وسط اللسان أنا ما أريد رفع وسط اللسان لا يلزم اللسان الحنك الأعلى بل يكون منخفضا كما قلت لكم في المخرج كيف أؤدي السين في مخرجه في قاع الفم متجه الرأس اللسان وين إلى الثناية السفلة مع وجود فرجة غير ما محتمد كثير على اللي هو الثناية السفلة لكنه وين اللسان هناك لكنه أنا ما أرفع وسط بحيث أنه أجيب التفشي ما للشين فننتبه بارك الله فيكم حتى لا أطلع أنا تفشي في السين ثانيا عندي تفخيم السين المفتوحة أو الممدودة بألف تفتح الشفتين فتحا رأسيا مما يؤدي إلى ارتفاع أقصى اللسان أنت عندك شنو استفال ولا استعلاء لا استفال استفال أقصى اللسان فيؤدي ذلك إلى اتساع التجويف الفمي مما أدي إلى تكوين المجال اللي راح يتردد فيه الصدى الصود زين وعلينا أن نفتح الشفتين فتحا أفقيا حتى يؤدي إلى انخفاض أقصى اللسان إلى قاع الفم وتقليل التجويف الفمي وانعدام المجال كما راح يجينا كيف أنه بعض السينات راح نفخمها الله بارك لفيكم ننتبه كذلك من اللحل الجلية استبدال السين زاي خاصة إذا وقع قبل حرف مجهور مثل كلمة أسجدوا قل أسجدوا أدم أداء صفة الهمس جريان النفس لابد من أداء الهمس والحرص على هذه الصفة حتى لا يصير عندي زاي زاي ما من أحرف فحثه شخص سكت فهي أسجدوا أسجدوا راح تجينا أيضا وين في الأخطاء ننتبه بس هذه هي هيش هاي لحون جلية بارك الله فيكم صار السين زاي كذلك من اللحول الجلية استبدال السين صاد لمجاورتها حروف مفخمة سواء كانت بعد السين أو قبلها فإذا أدى اللسان التفخيم يفقل عليه الانتقال إلى الترقيق فالتفخيم صفة قوية تغلب الترقيق فتقوم أنت راح تقول مثلا يابو صوتهم هذه طبعا أحنا هذه موجودة لكنه هي أنا أريد أقرأها بالسين فأنت تسويها صاد كما سيمر معنا في الأخطاء الشائعة هذا استبدال السين صاد كذلك من اللحون أيضا اختفاء صوت الصفير ما راح نسمع الصفير في السين طيب ما هي الصفة القوية الوحيدة في السين وإذا اختفى صوت الصفير راح السين من عندي ضاع السين من عندي عند عدم جريان النفس والصوت لأنه هو رخه جريان صوت همس جريان نفس عدم جريان النفس والصوت بغلق المخرج بشدة في السين الساكنة ربما لم يرجع الناطق شفتيه إلى وضعها الطبيعي بعد أداء الحرف المتحرك الذي قبله مما أدى إلى غلق المخرج لذلك لابد لا يسألوا شوف مثل ما مرت معنا لا يسألوا وهم يسألون كما مر معنا هذه ركزولي عليها تقول لا يسألوا وهم يسألون غلقت المخرج ما خليت مجال لا يجري الصوت ولا يجري النفس أنا أريد يجري الصوت والنفس هذا اللي راح يطلع لي أنا صفة الصفير أنت لما تحقق المخرج الصحيح للحرف راح يجي الصفير معاك كما قلت لكم في حلقة الزي فلا بد من عدم غلق المخرج لضعف الاعتماد عليه حتى يجري النفس والصوت من منفذ ضيق بين رأس اللسان والثناية السفلة والعليا لا بد حتى نسمع الصفير أيضا لحن آخر هو تحريك السين الساكنة تحريك السين الساكنة عدم جري الصوت فيها أو عدم إعطاءها الزمن المطلوب للحروف الرخوة عندك أنت مثلا يستهزئون تقول يستهزئون فهذه راح تمر معنا أيضا هذه مهمة جدا ركزوني عليها هذه اللحون حتى أنا أنطق السين بطريقة صحيحة بارك الله فيكم والآن أحبة الأكارم تعالوا خلنشوف هذه المعلومات الفنية عن حرف السين لا بد لنا من معرفتها أولا عند نطقك للسين الساكنة هناك أمور لا بد من مراعاتها أولا أو ألف أعطي الساكنة حقه من الزمن بعدم غلق المخرج وفتحه بسرعة وتعسف ولا بد من إعطاء السين الساكن زمن الحرف أو الحروف الرخوة وأن لا يؤدي إلى تحريكها وقلقلتها كما مر معنا في اللحون سواء كانت في الوصل أو الوقف وإن كان في الوقف أظهر وأبين حيث تظهر ماذا؟ صفتاء الهمس والرخوة في شكل نفخ مع صفير واضح والباء أحرص على إرجاع شفتيك إلى وضعها الطبيعي بعد أداء الحرف المتحرك الذي قبلها حتى لا يضي صوتها وصفاتها وخاصة الصفير إذن لما قلت لكم هنا إرجاع شفتيك إلى وضعها الطبيعي اللي هي مثلا لا يسألوا وهم يسألون شوف أنه أنا أنطيتها الهمس والرخوة ولازم أنطيها أن الزمن مالتها ما أنه رأسا أنا أحرك أو أنه ما أنطيها مثل ما صار معنا يستهزئون ننتبه بارك الله فيكم هذا الساكن لازم تنطي حقه نقطة ثانية عند نطقك للسين المشددة اعلم أنهما حرفان متماثلان لفظا لخطا فأدغم الأول في الثاني حتى أصبح حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان ارتفاع واحدا وعند السين وصلا تعامل معاملة النطق بالحرفين صوتا وزمنا مثل الآن شوفوا الآن فأمطر علينا حجارة من السماء السماء فلأمه السدس والذين يمسكون هكذا تسمع للسين عندك سين ساكن وثم بعد ذلك سين متحركة ماذا تفعل؟ يعطي الساكن الأول صفاته والصفة الغالبة شنوة على السين الهمس والرخاوة لاحظوا والصفير همس رخاوة صفير هذه الغالبة ولا بد من مراعاة ذلك بإظهارها لكونها صفات ضعيفة إلا صفير صفة قوية ولا تكون إلا نتيجة الهمس والرخاوة على شكل جريان النفس والصوت والصوت من منفذ ضيق يعني الصفير ولا يكون الصفير إلا نتيجة الهمس إلا نتيجة الهمس والرخاوة على شكل جريان النفس والصوت من منفذ ضيق ثم انتقل إلى السين المتحركة بالفتحة أو الكسرة أو ضم الله تعالى اللي هي يمس س أس أس رحظتم الآن؟ الله يبارك فيكم نقطة أخرى عند الوقف على السين المشددة مثل كلمة ألمس لازم إيش إيش تعمل؟ هذا طبعاً اختيارياً أو اضطرارياً أو أنه يريد مثلاً اختبارياً يختبرك المعلم أنه كيف رح تقف عليها لابد من إسكان الحرف لأجل الوقف لأنه مشدد هو ثاني متحرك بكسر وبذلك يجتمع لدينا ماذا؟ ساكنان ساكن أصالة وساكن سكن لأجل الوقف اللي هو الأول أصلاً ساكن هذا سكون أصلي الثاني سكن لأجل الوقف لكننا ننقف عليه حرفاً واحداً حرف واحد ونقول بذلك قد أسقطنا حرفاً من التلو وهذا لا يجوز وتفادياً لذلك النقص لابد من بيان النبر اللي هو شنو الذي يكون بالضغط من الحرف الذي قبل السين باتجاه السين ويتمثل بجريان النفس والصوت والصفير بشكل أوضح مما لو كان الوقف على السين المخففة ليشعر الناطق السامع أن الحرف الذي وقف عليه مضطراً حرف واحد لو وصله لكان حرفين وبذلك يكون زمنه أطول من زمن الحرف المخفف الموقوف عليه يعني شنو النقاف ألمس ألمس هكذا أنا بيانت لك أنه أنت السامع ليش أنا طولت وسويت هذه النبرة أنه هذا السين مشدد ما مثل بأس بأس ما بأس شديد أما أقف عليها بالسين واحدة بأس بين هذه ألمس ألمس بهذه الطريقة هذا النبور كما أوضحت لحضراتكم نقطة رابعة أي معلومات فنية إذا جاورت السين التاء والجين قد تتحول إلى الزاي مثل كلمة عندي مثلاً هنا مستقيم فتقول ممكن عنه تقول مستقيم مسجد هي مسجد لذلك لا بد من بيان همس السين وخاصة أن الهمس صفة ضعيفة مستقيم مسجد ما تقول لي مستقيم أسبوع هذه طبعاً هذه أسبوع باللغة الدارجة أو مثلاً يسوي لي الصاد هذه تجينا بعدين إن شاء الله تعالى الشيء بالشيء يذكر في الصاد يقول أصبع 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 تمام فأيذن هنا مسجد شوف أنتين الهمس جريان الصوت جريان النفس لازم يبين عندي حتى لا يسر عندي مز جداً وتجينا في الأخطاء إذا جاورت السين العين لابد من بيان همسها ورخاوتها خوفاً من أن تتحول إلى الصاد مثل كلمة عسى فرح تقول لي عصا عصا إذن عسى عسى وخاصة إذا جاء بعدها اسم الجلال الله سبحانه وتعالى فتقول عسى الله لأنه ستكون مفتوحة هذه قبل اسم الجلال الله نفخم اللام من اسم الجلال الله فاتفخمة تقول عصى الله استغفر الله وتحولت إلى عصياء هذا لحن جلي فننتبه بارك الله فيكم فإذن عسى الله فعسى الله سابعاً إذا جاورت السين الراء المفخمة لابد من بيان ترقيقها وهمسها ورخاوتها حتى لا تتحول إلى الصاد مثلاً كلمة أسر أسر تتحول إلى أصر وهذه وين وهذه وين الله تعالى يرضى عنكم زين هذا من الإصرار الله يرضى عنكم أصر غلط أسر أس أسر النقطة الثامنة إذا جاورت السين الساكنة أحد حروف الإطباق سواء كانت ساكنة أو متحركة وجب بيانها برفق حتى لا تجذبها قوة تلك الحروف وتقلبها صاد بسبب المجاورة لأن مخرجهما واحد مثلاً بِالْقِسْطَاسِ تقول بِالْقِسْ بِالْقِسْ صارت صاد انتبه بِالْقِسْطَاسِ فَمَسْطَاعُ تسويها أنت فَمَصْ صارت صاد فَمَسْ فَمَسْطَاعُ يَسْطُون تسويها يَسْطُون صارت صاد فلابد ركز يَسْطُون مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا لحظت؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ ما تقول بِالْقِسْطَةً أو تَسْطَعُ صارت صاد هذه الركز جداً كلمة جبت لك يا حتى ظلت تتدرب وَلَا تَبَسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطُ أَلْبَسْ أَلْبَسْطُ وأقف بطاء مقلقة لقلقة لكبرى مع تفخيمها مرتبة رابعة لأن الطاء حرف استعلاء مفخم في كل حالاته وعندي الآن الآية في سورة المائدة هذه لَإِمْ بَسَطْتَ هذه أقول بَسَطْتَ وأفخم السين وأفخم التا والتا أسويها تا وأسوي هذه السين صاد لَإِمْ بَسَطْتَ لا بَسَ بَسَ بَسَطْتَ أروح إلى أطباق تا أنتهي بالتا لَإِمْ بَسَطْتَ هكذا بهذه الطريق النقطة التاسعة أعمل على تخليص السين من شائبة الإطباق حتى لا تتحول إلى صاد ببيان استفالها وانفتاحها وتحقيق صفاتها من همس ورخاوة هي طبعا مستفلة منفتحة مهموسة الرخوة وصفير الصفة القوية الوحيدة غير متضادة كثير من الناس ينطق السين في كلمة سلطان يقول سلطان وهذا خطأ زين لما تقول مثلا ما أنزل الله بها من سلطان 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 ولا تسحب لضمة السين إلى اللام وإذا ما أسويها صاد من سلطان لا إن عندكم من سلطان بهذا فلابد من بيان ترقيق السين بضم الشفتين نظما تاما سو سو ثم الانتقال إلى اللام المراققة بتوسطها وكأن لا توجد بعدها طاء ما يعني سل 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 طان سل طان وكأنه لا توجد بعدها طاء وبعد الانتهاء من صوتي السين واللام انتقل برشاقة بتغير وضع اللسان إلى الطاء المطبقة حتى لا تؤثر الطاء بإطباقها وتفخيمها في الحروف التي تسبقها بس مجرد هدوء وفكك الكلمة سل طان سل طان سل طان تجي عندك جميلة ومراققة وانطها حقها النقطة العاشرة إذا جاءت قبل السين أو بعدها حرف من حروف الاستعلاء مثلا لا أقاسم بهذا البلد ماذا جاء أشوف بعدها حرف من حروف الاستعلاء أو قبلها قبل السين مثلا وأقاسم أنت تقول لا أقاسم لا أقاسم لا لا أقاسم وأقاسم طبعا هنا ألقاف مفخمة مرتبة رابعة ومقلقلة أو إطعام في يوم ذي مس غابة فتقول لي مس غابة مس لا مس مس غابة مس غابة أقاسم أقاسم وأقاسم لا بد من بيان استفانها النقطة الحادي عشر عند أداء السين المكسورة أخلص الكسرة بخفض الفك السفلي خفضا تاما واحذر من الكسرة المجهولة التي بين الكسرة والفتح المحافظة على ترقيقها يعني أنا ما أعرف أن تقراها أنت سترة ولا سترة سيئة أو سيئة إذن أنا عندي خطأ هنا أنا ما هي لا هي مكسورة ولا هي ما أعرف إيش يعني لازم تخلصها تبينها تحقق للكسرة من دونها سترة سيئة وجوه الذين كفروا شوف المعلومات الفنية أنتوا بعض المرات تقرؤون الحروف قل لك يلا خلنا قرأوا هذا وشوفوا الآن الله يرضى عنكم هذا الفيديو مهم جدا وكل الفيديوهات عن أفضل التمارين للمخارج الحروف العربية مهمة جدا عند أداء السين المفتوحة المجاورة للراء المفخمة مثل عندنا أنا عندي سرمدا إلى سرمدا تقول إيش أنت؟ راح تقول سرمدا راح تفخمها وهنا عندي مثلا وقدر في السرد وهنا ممكن تقول إيش في السرد في السرد هذه السين هذه السين أولا سرمدا راء ساكنة قبل أن أفتوح تفخم الراء فأنا فخم سرمدا هي ساء سر سرمدا وهنا السرد السرد افتح شفتيك فتحا أفقيا للمحافظة على ترقيق السين قبل الانتقال إلى الراء المفخمة بتغيير وضع اللسان حتى لا تتحول إلى أصاد سرمدا السرد فانتبه النقطة الأخرى إذا جاءت السين الممدودة بالألف احذر من تفخيمها لأنها اقترنت بالألف التي من خاصية الألف التصعد والارتفاع فإذا ترك اللسان على سجيته قد تفخم وبالتالي تفخم السين معها فيجب أداء السين المراققة المفتوحة بفتح الشفتين فتحا أفقيا مما يساعد على ترقيقها وتتبعها أفوا الألف في الترقيق واحذر من أن يشوبها شيء من الإيمالة ظنا أن ذلك مبالغة في الترقيق مثل قوله تعالى في ساعة العسرة ممكن تقول في ساعتي في ساعتي وهكذا بعض اللهجات أكو أنه يقولون ساعة زين أو السائحون لا السائحون ساعة ساعة فلنتبه إلى ترقيقها ومن غير الإيمالة لو ما أقول ساعة العسرة السائحون التائبون العابدون الحامدون السائحون هكذا صارت ممالة لا أريد أميلها ولا أريد أنه أنا أفخمها بسبب هذه الألف فننتبه الله تعالى يرضى عنكم والآن ما هي الأخطاء الشائعة عند نطق حرف السين أولا تفخيم حرف السين خصوصا إذا جاورت حرف مستعلي أو ألف هذا خطأ لأن السين حرف مستفيل مرقق على كل حال مثلا هنا كلمة سلطان سلطان ما أنزل الله بها من سلطان ولا تقول سلطان إن عندكم من سلطان غلط من سلطان بهذا وهذه أيضا لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ ما تقول بَسَطْتَ لا تفخمها تجعلها صاد بَسَطْتَ تروح إلى إطباق الطا ثم تبَسَطْتَ هكذا وربما تتأثر بتفخيم الرأى المفخمة كما مر معنا أسرُّ تتحول إلى أصرُّ أصرُّ غلط أسرُّ أو كما في الآيات التالية مثلا عندي وَمَا يَسْطُرُونَ تقول وَمَا يَسْطُرُونَ سويتها صاد وَمَا يَسْطُرُونَ يَسْطُرُونَ أو مثلا عندي المستقيم تقول المستقيم إهدين الصراط المستقيم لأنه أنا راح أنتقل هذه الطا فأنا لا زالت مدأثرة بالطا وبعدها عندي قاف فممكن أنه أنت أتفخمها ولاحظوا هنا في كلمة وسطا ممكن تسويها وسطا أمة وسطا غلط الصحيح وسطا أمة وسطا وهنا عندي وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ممكن تسويها بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ سفخمت السين سويتها صاد وهنا أيضا فننتبه أنه أنا أرققها وما أفخمها بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ خطأ الثاني قطأ صوت السين إذا جاورت حرف شديد فتصبح مجهورة وتضيع صفة الهمس وهذا خطأ لا بد من إبراز صفة الهمس خصوصا إذا جاءت ساكنة أو مشددة وبتضيع الهمس يختلط صوتها بصوت حرف الزاي وربما تقلب إلى زاي أصلا يعني فالصير مثلا هنا وَأَقِيمُوا مُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ صار زاي هي مسجد عند كل مسجد وهنا طبعا موجود في نفس الآية بِالْقِسْطَةُ هذه السين انحصرت ما بين قاف وطا فلابد أن ننطقها السين ما أقول بِالْقِسْطَةُ أجعلها صال بِالْقِسْطَةُ هكذا بهذه الطريقة ثالث خطأ خلط صوت السين بصوت الثاء وهذا الخطأ ناتج عن ترك مخرج السين ترك مخرج السين قديش أنا ركزت معاكم على مخرج السين وتقترب من مخرج الثاء أث أث ومطلع لي لسان أنا مارد تطلع لي لسان أنت أريد الرأس لسان ماردك نازل وين عند الثناية السفلة جوا مارد تطلع لي حتى تتجنب هذا الخطأ لابد من تحقيق مخرج السين فما تجي تقول لي وثماء وثماء صارت وث وث ها هي وث 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 شوف قل وث وقل وث وث حتى تشوف رأس اللسان تحقق مخرج السين أنت إذا حققت مخرج السين رح يجي معاك الصفير ما رح تتحول إلى زاي ما رح تتحول إلى ثاء ورح يجي الصفير معاك ورح تكون جميلة جداً وما رح تفخمها الخطأ الرابع الضغط بالأسنان العليا على السفلة أقفل حتى أقفل ونفرج يا الشكل والشمال والشمال هذا خطأ ما رح يطلع من لا صوت السين ولا الصفير ولا الهمس ورح تخنقها لأنه هناك تضييق للمخرج ولأن الصفات هي الحارس على الحرف بتغيير المخرج يتغير صوت الحرف ولا تتضح الصفات ما تقول لي أنت وثم وث شوف أنا طبقت أنا أريد هناك فرجة شط الفرجة باللوحة وث 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 البعض هكذا يضغط الأسنان أنه أريد أث أث لا تضغط هكذا بالأسنان العليا على السفلة هناك مخرج حتى يروح يطلع الصوت ويطلع لي الصفير ويجري الصوت والنفس الخطأ الخامس قلقلة السين الساكنة وهذا خطأ ناتجا عن قلب السين إلى حرف شديد نظرا للضغط على المخرج مثل كلمة مستهزئون تقول مستهزئون وهذا خطأ لا بد من أن يجري الصوت ويجري النفس حتى أنه أنطي حقه مستهزئون ولا أسحب ضمة الميم إليها إنما نحن مستهزئون غلط تقول مستهزئون فننتبه بارك الله فيهم والخطأ السادس لا بد من إظهار السين إذا تكررات لأن الحرف إذا تكرر يصبح هناك صعوبة في تبيينه فلا بد من إعطاء كل منها حقه ومستحق مثل كلمة مثلا أسس شوف ثلاث سينة في قوله تعالى أفمن أسس بنيانه أسس أسس الخطأ السابع هناك كلمة في المصحف لرواية حفص عن عاصر تكتب الكلمة بالصاد وعليها سين صغيرة بالتالي المقدم في الأداء أن تقرأ سين كما تلاحظون أمامكم في سورة البقرة ويابسط المقدم هو فيه وجهين بالسين والصاد لكن كتبة السين كما تلاحظون هنا بالأعلى إذن المقدم بالسين ويابسط الله تعالى يبارك فيكم وهناك كلمة في سورة الطور المسيطيرون تحت الصاد سين صغيرة يعني مختلف عليها والمقدم في الأداء أن تقرأ بالصاد تقرأ المسيطيرون وتقرأ المسيطيرون أيوم المقدم إذا كانت السين بالأسفل المقدم الصاد إذا كانت السين بالأعلى المقدم الصاد الخطأ الثامن إضعاف صفيرها خاصة إذا جاورت الجيم هناك صعوبة شديدة نحو المسجد الحرام فتقول المسجد والبحر المسجور فاسجدوا هي المسجد الحرام والبحر المسجور فاسجدوا الله يبارك فيكم حتى لا تصير لي ممكن أن تتحول كم مرة معنا المسجد الحرام والبحر المسجور فاسجدوا تصير كأنه زي هذه أيضا من انتبه إليها الخطأ التاسع عدم إعطاؤها زمن الرخاوة خاصة إذا تكررت مثلا عندي أنا فَتَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا بيّنت السينات المتكررة بارك الله فيكم وأخيرا أحبتي تدريبات على بعض الكلمات في القرآن العظيم اللي فيها حرف السين باختلاف تشكيلاته لَإِمْ بَسَطْتَ إِلَيْكَ شوف بَسَطْتَ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ بِبَاسِطَ ما أسويها صاد أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطُ بِالْقِسْطُ ممكن أنه يختفي عندك الصفير بِالْقِسْطُ أو أنه تجعله صاد بِالْقِسْطُ هذا غلط لابد أن تأتي بسين مراققة صفير رخاوة همس يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ وَرُسُولَهُ ما تقول وَرُسُولَهُ وَرُسُولَهُ خاصة عندي يَنْصُرُهُ معدد الصاد والراء مفخمة فأنت ممكن تيجي همين أيضا وَرُسُولَهُ 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 بِالْغَيْبِ هنا فيه بَأْس هذه السين اللي راح تكون متحركة وأقف عليها ساكن وسين واحدة أما هنا مِنَ الْمَسْ مِنَ الْمَسْ وذكرت لكم أنه فيها نبرة نقف على المشدد ما مثل؟ بأس هكذا في قرطاص فلمسوه ما تقول لي في قرطاص تفخمها لأنه عندي طا فإذن في قرطاص وهنا تنوين كسر بعدها فأخفاء وأكسرها قبل أن ندخل أكسرها ما أفتلسها قبل أن ندخل في غنة الإخفاء في قرطاص فلمسوه بعدها عندي قاف راح أفخم الغنة عبوسا قم طاريرا عبوسا عبوسا ما فخمها قول عبوسا قم طاريرا لا مراققة عبوسا قم طاريرا لا في خسر هكذا الساكن هي راح تسكن طبعا لوقف العارض وهناك ساكن قبلها فلا بد أن تبين السين خسر خسر لازم تبين السين صفير وجريان الصوت جريان للنفس والسن بالسن والسن شوف كيف أنه ممكن المشدد المكسور يختفي عندك الصفير بعدم تحقيق المخرج بمضبوط قول والسن بالسن أو تضغط والسن بالسن تضغط راح عندي كل شيء أنا قلت لك عدم تضغط هذا أحد الأخطاء الشائعة الثنائية العليا على الثنائية السفلة والسن بالسن والسن بالسن خوش تمرين هذا بالنسبة للمكسور حتى لا ممكن تصير عندك والسن بالثن والثن سوي لياها ثاء فننتبه فسن يسيره لليسر فسن شوف كم سين سين مفتوحة وبعدين سين مشددة وبعدين سين ساكنة قبلها مضموم لا أسحب ضم إليها فسنيسره لليسر من قبل أن تمسوهن وسرحوهن سراحا ما قل صراحا سراحا مرققا سواء للسائلين والتفت الساق بالساق تستعجلون عندي صوتها لستكثرت لا لستكثرت وكاف مهموسة لستكثرت ثم السبيل يسره سمعوها الله يرضى عنكم طبقوا ثم السبيل يسره ثم الساقر قل ساقر مسا ساقر تفخم سين مسا والسين ساقر لأنه عندي قاف مفخم من حروف الاستعلاء ثانية مرتبة وراء مفخم لأنه راح يقف ساكن قبلها مفتوح أو في الوصل تكون مفخم مفتوح إذن ذوقوا مسا سقر إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يمسس شوف سين مفتوحة سين ساكنة مسا سين مشددة والسارق والسارقة ممكن تقولي والسارق والسارقة تفخم لأن بعدها ألف كما ذكرت لكم في المعلومات الفنية ركزوا لي الذين أساءوا السوءا حتى نتدرب على قراءات هذه الكلمة متعمدة أنا جبتها يستهزئون ما تقولي يستهزئون يستهزئون وعطيها جريان النفس وعطيها الصفير يستهزئون من تحقق المخرج كل شيء رح يجي عندك منضبط عندك كلمة المقسطين شوف ما تقولي المقسطين المقسطين وكسرها لا تختلس كسرتها شوفوا الآن قبلها قاف أيضا مقلقة لمفخمة مرتبة رابعة فممكن فيقصماني تجعلها صاد زين وأقصط تجعلها صاد فنتبه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه عندي خاصة تنسيل مكسورة سلسلة سلسلة سبعون فاسلكوه يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين سندس وإستبرق سرور مصفوفة سرور خاصة لا تجيني صاد مصفوفة ممكن أن أقول سرور لا سرور مصفوفة ثم عبس وبسر يسلط رسله تقول يسلط در بالك يسلط رسله في يوم نحس مستمر خمسة سادسهم ولا تستفت فيهم طاسيم تسمى سلسبيلا فما استطاع وما استطاع فما استطاع غلط إذن فما استطاع وما استطاع ويبسط إليكم تقول ويبسط غلط ويبسو ويبسو ويبسط إليكم ولا تبسط ولا تبسطها كل البسط ما تقول ولا تبسطها كل البسط فننتبه وزاده بسطة في العلم والجسم هذه أيضا رح تسكن الميم وقف عرض للسكون قبلها سين ساكن لازم أبينها والجسم وقبلها جيب مكسورة لازم أكثرها زين وحتى أجيبها مضبوطة والجسم وهنا بسطة ما بسطة تجعلها صاد فاستغل شوف فاستغل لا فاست فاستغل وفاستو على سوقه نضم الشفاف المضموم سوقه فسوف يحاسب حسابا يسيرا كلها بها سين أساطير الأولين ما تقول لي أساطير لا أساطير الأولين وبهذا أحبتي في الله بحمد من الله ومنه وكرمه علي وعليكم انتهى حرف السين بارك الله فيكم ونسمع مرة أخرى لللوحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساسيسو بس سوسا سنساسن من المسلم سيسا سنسا مرة أخرى ساسيسو بس سوسا سنساسن من المسلم سيسا سنسا سوسا سنساسن سوسا سنساسن سوسا سنساسن